السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنرى كيف نكتب برنامج client server يعتمد على TCP connection إذن سنستعمل server socket ونستعمل socket سأكتب اثنين برامج برنامج للسيرفر وبرنامج للclient في هذا المثال البرنامجين حيقع تشغيلهما على نفس الجهاز لكن بإمكانكم أن تجربوا تشغيل برنامج على جهاز والclient على جهاز مختلف لتشغيل البرامج بإمكانكم أن تستعملوا eclipse أو بإمكانكم أيضا أن تستعملوا command line في الشاشة السوداء حتكتبونا إذن للcompilation وذكر أن java c تمكن من تسوية compilation للبرنامج اللي حتكتبوه وjava لإكزيكوشن لتنفيذ البرنامج هنا استعملت الإكليبس لذلك شغلت اثنين برامج إكليبس برنامج أول يكون عنده workspace إذن folder workspace حيخزن فيه كل الملفات اللي حأكتبها أو البرنامج اللي حأكتبوه وبرنامج ثاني إكليبس لكن غيرت الworkspace صار في folder ثاني workspace 2 بنسبة لبرنامج السيرفر قمت بإنشاء class server سأستدعي الباكيج سوى import لjava.net يعني سأستعمل server socket وسأستعمل class socket فالمين سأقوم بإنشاء object نوعه server socket بين قوسين أذكرني سأحدد البورت لهذا السيرفر الذي سينتظر من خلاله المعلومات اللي حتى أتيه سأضع أي بورت المهم أن يكون بورت غير مستعمل مثلاً هنا سأضع 6 7 8 9 ثم تلاحظون أن هنا يقول لنا فيه exception المفروض أستعمل try will catch أو بإمكاني أيضاً هنا أضع throws exception ثم أنشأ object نوعه socket إذن هنا socket تساوي server socket اللي أنشأناه dot accept إذن هذه المرحلة هامة جداً هذه اللي حتسوي connection مع ال client هنا سأضع comment إذن أول خطوة connection ربط ال connection بين السيرفر وال client بالنسبة للسيرفر تأتي عن طريق المرحلتين هذه إنشاء object server socket وإنشاء socket من خلال استعمال server socket dot accept الآن المرحلة الثانية بعد أن نسوينا ال connection ستكون إما القراءة من ال socket أو الكتابة في ال socket أذكر أن ال socket هي اللي حتمكنها من إرسال معلومات إلى ال client أو قراءة معلومات من ال client إذن هنا نفترض أن يريد أن أقرأ إذن read reading from the socket from the socket هي في الحقيقة المعلومات اللي حتى أتي من ال client إذن في طرق مختلفة للقراءة من ال socket أنا أقترح عليكم أن تستعملوا ال class scanner تعرفون هذه ال class استعملتوها للقراءة من keyboard بيمكن استعمل scanner للقراءة من file أو من socket يمكن أن تجدوا أكواد مثلا تستعمل buffer reader class أخرى للقراءة من ال socket لكن الفكرة هي تقريبا نفسها إذن لو أردت أن أستعمل scanner سأنشأ object نوعه scanner إذن يسمي scan يسوي new scanner بين قوسين سأضع socket.getInputStream إذن هذا حيمكني من القراءة من ال socket إذن ال scanner الآن هذا ال object حيثير يقرأ من socket يعني من المعلومات اللي حدأت من ال client هنا يقول لي فيه مشكلة لأني لم أستدعي package java.util إذن هنا حسوي import java.util ثم لو أردت أن أقرأ جملة سأكتب إذن مثلا string sentence إذن الجملة حلية حتأتيني من ال client and you say we scan that next line إذن هذا الجزء مكني من القراءة من ال client الآن لو أردت أن أكتب داخل socket إذن هذه المرحلة الثالثة إذن written in the socket كيف يمكن أن أكتب داخل socket هاستعمل class data output stream data output stream أحتاج إلى out يسوي new data output stream بين قوسين سأضع إذن أريد أن أكتب داخل socket إذن سأكتب هنا socket.get output stream إذن سأنزل هذا السطر إلى تحت عشان يصير كل الكود واضح مع بعض هنا في خطأ all المفروض capital ثم نحتاج لإستدعاء ال package java.io إذن هنا نسوي import على طول الكمبيوتر أو الإكليبس يضيف لل package النقص get output stream هنا فيه أقوص نقصة لأنها method ثم هاكتب string إذن S يسوي الجملة التي أريد أن أرسلها سأضيف نهاية سطر الجملة ستكون hello أو hi as you want ثم سأكتب إذن ال object out write byte سأكتب هنا S الجملة التي أريد أن أرسلها وسأضيف نهاية سطر plus نهاية السطر اللي هو slash n إذن هنا بين الثريق إذن هذا حيرسل الجملة وحينهي السطر بهذه العلامة أخيرا المرحلة الأخيرة I will just close the scanner إذن هنا حسوي close the scanner إذن S أو scan.close نقفل السكانر وحقفل أيضا السوكت إذن socket.close إذن برنامج السيرفر حيسوي ال connection حيقرأ أو حيقرأ من ال client باستعمال ال class scanner وحيكتب في socket باستعمال data output stream class وفي الأخير حقفل scan وأقفل socket بالنسبة لي برنامج ال client الآن ها أحتاج تقريبا لنفس the packages اللي استعملت في السيرفر إذن أسوي import لكل هذي الثل classes حسوي هنا throws exception throws exception مثلما سويت في السيرفر ثم إذن داخل المين حسوي المرحلة الأولى اللي هي connection كيف سوي connection مع السيرفر هنا سأنشأ socket على طول socket new new socket بين قوسين سأضع عنوان السيرفر بما أن السيرفر موجود على نفس الجهاز لذلك سيكون العنوان هو localhost localhost عنوان الجهاز اللي أشتغل عليه وسأضع البورت الذي سأرسل من خلاله المعلومات إذن هنا البورت المفتوح في السيرفر هو 6 7 8 9 من خلاله هي القيمة الموجودة هنا فاصل من قوتا إذن هذا سيمكنني من توسنية الكونكشن مع السيرفر تلاحظون أن السيرفر أنشأ سيرفر سوكت ثم سوى إنشاء سوكت من خلال استعمال سيرفر إذن السيرفر حينتظر أن يقع تنفيذ هذه المعادلة أو الأنستركشن لتسوية الكنكشن ثانيا نريد أن نكتب نرسل رسالة للسيرفر إذن هنا أسوي المرحلة الثانية إرسال للسيرفر إذن كيف نرسل السيرفر من خلال الكتابة في السوكت سنكتب داخل السوكت سنستعمل نفس الكود الموجود هنا عندما نريد أن نكتب داخل السوكت إذن هذا هو الكود يمكنكم أن تستعملوه وبما أن السوكت عندها نفس الاسم إذن ما عندي ما هيكون عندي ولا خطأ السوكت الموجود هنا عندها نفس الاسم الموجود هنا إذن تمام والكلاينت سيقوم بإرسال كلمة hello للسيرفر ثم المرحلة الثالثة أريد أن أقرأ من السوكت إذن هنا نفس الشيء read from the socket هنستعمل نفس الكود اللي مكننا من القراءة من السوكت اللي هو هنا copy paste إذن هذا الجزء من الكود هيقوم بإنشاء سكانر والسكانر هيقرأ من السوكت هنا هنا sentence ستحتوي على الجملة التي ستأتي من السيرفر سأقوم بتباعة الجملة التي أتت من السيرفر هنا أيضا بإمكانية أن أكتب الجملة التي حتى أتت من الكلينت سنسوي هنا copy paste وسأكتب received from client إذن الجملة التي حتى أتي من الكلينت أطبع قيمتها وأخيرا سأقفل السكانر والسوكت إذن هذا نفس الجزء نفس الكود أقوم بتكراره داخل الـ Client أذكر أن لو كان السيرفر موجود على جهاز آخر هنا سأضع عنوان السيرفر الـ IP Address للسيرفر عندما أشغل هذه البرامج أبدأ دائما بتشغيل السيرفر لأن السيرفر حيحدد البورت اللي حتأتي منه المعلومات هام جدا أن نقوم بتشغيل السيرفر قبل الـ Client هنا لو شغلت السيرفر إذن سأضع Execute البرنامج لا يشتغل وهو في الحقيقة ينتظر هنا ينتظر في معلومات تأتي من الـ Client الـ Computer أو السيرفر موجود في هذه المرحلة في مرحلة الانتظار نشغل الآن الـ Client سنرى إيش هي النتيجة إذن الـ Client قام بإرسال الجملة Hello للسيرفر السيرفر قرأ الجملة وطبحها Received from Client الجملة Hello ثم السيرفر قام بالكتابة كتابة Hello داخل السوكت الـ Client قام بقراءتها هنا وطبح Received from السيرفر Hello كان هذا مثال بسيط جداً لإستعمال السوكت والسيرفر سوكت بيمكنكم نتخيلوا البرنامج عشان يصير الـ Client يقرأ أشياء من الكيبورد ويرسلها للسيرفر أو العكس ويمكنكم حتى أن تسوي تشات بين السيرفر و الـ Client سيرفر ثم سيقرأ أشهر إلى نفاقر أشهر سيقرأ أشهر